جورة 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 أفل في خصوص الفيديو اللي تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي وليمثل يعني فيديو صدم يتمثل فيه يعني اعتداء صادر عن مربي ذد تلميذة داخل مؤسسة تربوية تم إشعار النيابة العمومية بالإثرية في هذا الموضوع وبالتالي تعهدت النيابة العمومية لدى المعكمة الابتدائية بشوصة بالبحث في هذا الموضوع والإشارة على السيد مندوب حماية التفولة بشوصة للقيام بموجبات تقصي الواقعة والبحث عن أسبابها ومسبباتها النيابة العمومية لا تتعهد بمجرد الاتلاع على مقاطع فيديو تصدر في وسائل التواصل الاجتماعي على خاطر التعهد هذه منجم يكون ثابتة إلا باتلاع النيابة العمومية على وقاع ثابتة ومستندات واقعية ثابتة وبالتالي من ثم نعهد الوحدة الأمنية التي تثبتلنا في الواقع وترجعنا ومن بعد ناخذ إجراءات القانونية اللازمة التي هي مسطرة بالقانون هذا في موضوع الحال تمت الاتصال مباشرة بالسيد مندوب حماية التفولة للتحول على عين المكان دراسة الوضعية وضع الاستراتيجية للإحاطة الطبية والنفسية بالطفل المعتدى عليه وكذلك ببقية التلاميذ الذين عاينوا وقاعة الاعتداء ومن ثم تم تعهيد الوحدة الأمنية التي راجعت بدورها النيابة العمومية وتم الإذن بفتح بحث في الغرض لمعرفة وقاع الحال وإجراء اللازم قانون المقطع الأول هو وقاعة الاعتداء بالعنف الصادر من المربي على التلميذ وقاعة أولى الواقعة الثانية ما عاينه هو التلاميذ بالقسم من اعتداء ومن ردة فعل ومن تجاوزات المشهد الثالث يتعلق بمن قام بتوثيق وتصوير مشهد واقعة الاعتداء بالعنف نحن نعرف للعنف التفش سواء العنف الأسري أو العنف داخل المدرسة اللي تسمى العنف المدرسي أو العنف كذلك في الفضاءات العامة يعني ظاهرة العنف في تنامي مستمر منسوب الجريمة في تنامي مستمر لكن لا بد من أخذ الأمور على نسبيتها لا بد من تأثير الأمور ووضعها في إطارها السليمة ومن ثم تحديد المسؤوليات المترتبة عن ذلك كما تعرف هناك إجراءات إدارية يعني يجب استفاءها تتعلق بالتأديب وأخذ القرارات الإدارية المناسبة جزاء ما صدر على المعلم النائب وكذلك هناك تتبع جزائي تتعهد به رأس النيابة العمومية والتي أذنت بفتح بحث أولي معمقة وتم تعهيد فرقة مختصة للغرض ليجراء ما يتعين من الأبحاث والاستقراءات ومن ثم مراجعة النيابة العمومية لدى هذه المحكمة لإتمام ما يجب إتمامه وتبقى ما هو مسطرة بالقانون وتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهامات المستوجبة قانونا